بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو 109 والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع لينكس وهو نظام تشغيل مجاني مفتوح المصدر ولكنه مع ذلك أقل انتشارا وشهرة من ويندوز وهنا ضمن منهج الأي بلس سوف نتكلم عن أربعة نقاط متعلقة بلينكس ستمثل فيه أفضل الممارسات الأدوات الخصائص أوامر لينكس الأساسية أفضل الممارسات لينكس جدول النسخة عندنا نبدأ بجدول النسخة الاحتياطي أو جدولة النسخة الاحتياطي في لينكس نسخ البيانات من الممكن جدولته باستخدام أداة الرسين سي من سطر الأوامر الرسين سي تمنع النسخة الغير ضروري عندما لا يحصل تغيير الملف الذي تم نسخه آخر مرة ومن الممكن تشغيل الرسين سي محليا أو عن بعد كذلك يقوم بتشفير ما يتم نقله أثناء عملية النسخة الاحتياطي ومن خلال الرسين سي تستطيع عمل النسخة الاحتياطي مرة واحدة أو تقوم بجدولته بحيث يتم كل ساعة أو بشكل يومي أو أسبوعي صيانة أو جدولة صيانة القرص الصلب نظرا لأن أنظمة لينكس تقوم بإدارة القرص الصلب بشكل مختلف عن ويندوز فمع لينكس لا يوجد حاجة إلى إلغاء التجزية ولكنك سوف تحتاج إلى جدولة فاحص نظام الملفات المنطقي اللي هو الف اس سي كي بحيث يتم جدولته ليعمل بين فترة وأخرى تحديثات النظام متجر التطبيقات العديد من إصطارات لينكس عملية التحديثات فيها حاليا أصبحت أسهل بكثير مما كانت عليه في الماضي كذلك يوجد متاجر تطبيقات وليس متجر واحد لنظام التشغيل لينكس أشهرها عندنا مثلا قنوم كي دي اي ديسكافر أب سنتر منت انستول الباتش منيجمنت أو إدارة التصحيح بينما كانت إدارة التصحيحات سابقا في لينكس أصعب مقارنة بويندوز إلا أنها حاليا أصبحت بسهولة ويندوز من خلال إدارة إعداد النظام ويوجد أدوات خارجية من الممكن تنزيلها لإدارة التصحيح وهي مثل Spacewalk الدرايفر والفيرموير أبديت والإنتي فايروس والإنتي ميلوير أبديت طبعا هنا بحيث أن نقوم بعمل تحديثات للتعريفات الموجودة لدينا في لينكس أيضا للتعريفات للفيرموير اللي هي عبارة عن شرائح وتحتوي على نظام مثل بايوس كذلك مكافح الفيروسات كذلك في حال كان لدينا إنتي ميلوير أو مكافح البرمجيات الضارة أيضا يتم تحديثه رغم أنه فعليا أصبحت برامج مكافحة الفيروسات هي تكافح الفيروسات وأيضا تكافح بشكل عام البرمجيات الضارة فغالبا إذا كانت جهازنا فيه إنتي فايروس فلا نحتاج إلى إنتي ميلوير طبعا أهمية التحديثات مهمة لأن التحديثات مثلا عندنا هنا على مستوى الدرايفر والفيرموير قد تعني تصحيح لمشاكل أو إضافة خصائص ومزايا مثلا كذلك من ناحية الإنتي فايروس والإنتي ميلوير كما نعلم البرمجيات الضارة كل فترة وفترة بيظهر لنا برمجيات الضارة فالتحديثات لهذه البرامج اللي رح تتسطى لهذه البرمجيات الضارة مهمة لأنه رح تعرفها البرمجيات الضارة الجديدة لكي تقوم بالتسطي لها أدوات لينكس لجميع اصطارات لينكس ستتوفر أدوات النسخ الاحتياطي مجانا وبمقابل مادي يعني في منها مجاني ومنها ما هو بمقابل مادي وكذلك يوجد الأوامر النصية بحيث لدينا تار و سي بي آي او وذلك لإنشاء نسخ احتياطي كامل أو جزء للنظام لدينا السناب شات في لينكس تقوم السناب شات بإنشاء صورة لنظام التشغيل في لحظة معينة ومن ثم تقوم السناب شات بعمل نسخة للبيانات التي يحدث فيها تغيير بعد السناب شات لدينا الامج ريكافري وهي لإنشاء صورة عن النظام لينكس لعمل استعادة لها عند حصول تلف للنظام لدينا شيل في لينكس شيل هو منفذ سطر أوامر نصية والتي تتواجد بعدد من الأنواع مشاركة الشاشة وهي تعادل الريموت في طبعا تعادل الريموت ديسكتوب كونيكشن في ويندوز خصائص لينكس لدينا خصائص لينكس مثل المالتيبول ديسكتوب أو أسطح المكتب المتعددة وهي تعني أن يتم إنشاء أكثر من سطح مكتب على نظام تشغيل لينكس واحد وكل سطح مكتب بيكون مختلف عن الآخر ويتم الانتقال فيما بينها من خلال الوركس بيس سويتشر البوتابل وهي خاصية تدعم إنشاء إقلاع لينكس عن طريق وسيط متنقل وسيط تخزين متنقل مثل الـ USB Flash Memory الأوامر الأساسية لينكس التعامل مع لينكس بالأوامر النصية هو مستوى تعامل الخبراء مع نظام لينكس وهو أمر غير مطلوب في منهج الأي بلس وإنما المطلوب هو معرفة بعض الأوامر الأساسية وهي كالتالي لدينا الأمر LS وهو يقوم بإظهار المعلومات حول الملفات الموجودة في الدليل الحالي عندنا الـ GREP وهو يستخدم للبحث عن نص أو ملف محدد ضمن تطبيق الكلمات تم كتابتها لدينا الأمر CD وهو يستخدم لتغيير الدليل الحالي كما هو الحال في سطر أوامر Windows لدينا Shutdown وهو لإغلاق النظام لدينا الـ BWD وهو طباعة اسم المسار الكامل لدليل العمل الحالي لدينا Password وهو لتغيير كلمات السر لحسابات المستخدمين لدينا الـ MF وهو يستخدم عادة لنقل ملف ومن الممكن استخدامه لإعادة تسمية ملف في لينكس لدينا CP يستخدم لنسخ الملفات والدلائل لدينا RM وهو يقوم بحثف الملفات أو الدلائل لدينا CHMOD وهو يستخدم لتغيير أدونات الملفات والدلائل لدينا CHOWN وهو لتغيير ملكية ملف لدينا الـ IWConfig والـ FConfig أمر الـ FConfig وهو لرؤية إعدادة الـ IP على نظام تشغيل لينكس وعمل إعدادات الـ IP وأمر الـ IWConfig وهو نفس الـ FConfig ولكن مع الـ Wireless الـ PS يعرض معلومات حول مجموعة من العمليات النشطة عندنا الـ Q يستخدم لإنهاء محرر الشاشة الكاملة يونكس المسمى بـ FI SU و SUDO أمر الـ SU يستخدم للتغيير من حساب مستخدم إلى آخر أمر الـ SU-DO من الممكن إضافته في مقدمة الأمر بإستخدام إمتيازات الجذر لدينا الـ A-B-T والـ G-E-T لإنهاء العمليات يدوياً أخيراً لدينا الأمر CH-O-N وهو لتغيير ملكية ملف ماك أوبريتنج سيستم أو نظام تشغيل ماك نظام تشغيل ماك وهو الأقل انتشاراً مقارنة بـ Windows و Linux وهو نظام مصمم من قبل شركة أبل ليعمل على أجهزة كمبيوترات وأجهزة لابتوب من تصنيع شركة أبل وأجهزة أبل بشكل عام ونظام تشغيلها هو منتشر أكثر مع طبعاً كأجهزة وكنظام تشغيل هو منتشر أكثر مع الذين يعملون في التصاميم والمنتاج حالياً بيطلق على نظام تشغيل ماك ماك أو اس اكس وطبعاً بعده بيظهر أرقام تبين الإصطار الأحدث والإصطارات الأقدم لماك أوبريتنج سيستم اكس أفضل الممارسات لنظام التشغيل ماك جدولة النسخة الاحتياطي ونستطيع أن نستخدم Time Machine وهو يدعم النسخة الاحتياطي للنظام لكل ساعة أو خلال 24 ساعة بحيث في نهاية اليوم تستطيع الرجوع إلى أي ساعة وعمل استعادة للنظام في الحالة التي كان عليها في هذه الساعة كذلك من الإمكان أن نغيرها ونخليها مثلاً يدعم النسخة على مستوى كل يوم أو على مستوى كل أسبوع وعندما يمتلئ جزء القرص أو القرص المخصص لتخزين النسخة الاحتياطي عنده يتم مسح النسخة الاحتياطية الأقدم لتحل محلها النسخة الأحدث وهكذا جدولة صيانة القرص الصلب وذلك من خلال أداة الـ Disk Utility بحيث من خلالها نستطيع اختبار القرص الصلب للتأكد من سلامته كذلك يقدم إمكانية تقسيم القرص ومسح القسم وعملية الاستعادة وتحديد حجم المساحة المستهلكة من البيانات والمساحة الفارغة System Update و App Store وذلك من خلال طبعا هو لعمل التحديثات لنظام التشغيل ماك ولتطبيقات Apple المنزلة من متجر Apple من خلال التحديثات المركزية في نظام تشغيل ماك اللي هي التحديثات المركزية لدينا تحديثات التعريفات طبعا عندنا تحديث التعريف والفيرموير بخلاف Windows و Linux فالمستخدم لنظام تشغيل ماك لا يستطيع التعامل مع التعريفات فهي تتم بشكل أوتوماتيكي ضمن تصميم النظام المستخدم طبعا عندنا هنا المستخدم يستطيع رؤيتها فقط دون التغيير فيها تثبيت التعريف وتحديثها يتم من ضمن عملية نظام التشغيل من مبدأ أن لا يتم إشغال المستخدم بهذه الأمور أي لا يتم إشغال المستخدم في عمليات تشغيل النظام وجعله يركز على استخدام نظام التشغيل ماك عندنا هنا تحديثات مكافح الفيروسات والبرمجيات الضارة لما يكون عندنا مكافح فيروسات أو مكافح برمجيات الضارة لابد أن نتابع مع الشركة المصنعة بإمكاننا نجعل العملية أوتوماتيك من خلال نفس البرنامج بحيث هو يتابع مع الشركة المبرمجة للنظام التشغيل عفوا المبرمجة لمكافح الفيروسات أو مكافح البرمجيات الضارة بحيث إذا وجدت تحديثات يقوم بتنزيلها وطبعا هذا مهم لأنه مثل ما ذكرنا سابقا البرمجيات الضارة والفيروسات بتتطور وبتظهر فيروسات جديدة وبرمجيات ضارة بشكل عام جديد فإذا لم يكن المكافحة الفيروسات محدث لمواجهتها فعندها لن يقوم بالتسطي لها وبالتالي يتعرض جهازنا للإصابة أدوات نظام تشغيل ما النسخة الاحتياطي وكما ذكرنا سابقا لدينا تايم ماشين عمل طبعا اللي هي الامج ركافري عمل صورة استعادة للنظام وذلك من خلال أداة الديسك يوتيلتي بحيث سوف يتم إنشاءه كملف بامتداد توت دي ام جي تيرمينال وهو سطر أوامر نظام تشغيل ماك بحيث يجعلك تدير وتتعامل مع نظام تشغيل ماك من خلال الأوامر النصية بدلا من الواجهة الرسومية لدينا سكرين شيرين وهو يعادل الريموت ديسك توب كونيكشن في الويندوز بحيث من خلال السكرين شيرين يتم السماح بالوصول عن بعد لنظام تشغيل في جهاز كمبيوتر أبل ومن الممكن أن يظهر أيضا مع الفي ان سي هي الفيرجوان نتور كومبيوتينج لدينا كذلك من ضمن الأدوات الفورس كويت وهي لإغلاق البرنامج بشكل فوري وذلك عندما نحاول إغلاق برنامج ويصاب بحالة جمود ولا يتم تنفيذ الإغلاق عندنا استخدم أداة الفورس كويت خصائص نظام تشغيل ماك لدينا الميشن كنترول وهو يقوم بإظهار كل ما يعمل على نظام تشغيل ماك وذلك على شكل نوافذ صغيرة متوزعة على سطح المكتب لدينا Spaces وهو يعني إنشاء أسطح مكتب متعددة في نظام تشغيل ماك واحد وكل سطح مكتب بيكون مستقل على الآخر لدينا Keychain وهو لإدارة كلمات السر والشهادات الرقمية المخزنة في داخل نظام تشغيل ماك مثل الذي يتم استخدامها في المساطقة مع المواقع الإلكترونية ويتم تشفير كلمات السر بال3D ES Spotlight وهي خاصية بحث في نظام تشغيل ماك وذلك للبحث وإيجاد الملفات والصور والتطبيقات إلى آخر iCloud وهي تسمح بتخزين نسخ احتياطية من نظام التشغيل ماك والملفات بأنواعها مثل الصور والمستندات والفيديوهات وشهات الاتصال إلى آخر وكذلك من خلال iCloud نستطيع عمل مشاركة لهذه الملفات Gestress اللي هي تعني الإيماءات وهي تعني حركات معينة تقوم بها على الفار التي تعمل باللمس مثل الموجود على اللابتوب فمثلا لو ضغطت بإصبعين من أصابع اليد فذلك يعادل نقرة يمين مثلا عندنا نقرتين بإصبعين فذلك يعني تكبير إعادة العملية تعني تصغير وهكذا نقرات معينة تعطيك نتائج محددة فايندر وهي تعادل Windows Explorer حيث يقوم الفايندر بإدارة الملفات الموجودة على نظام التشغيل ماك الريموت ديسك حاليا نرى الكثير من الأجهزة الحديثة لا تمتلك محرك أقراص DVD فهنا من خلال الريموت ديسك رح تقوم بعمل سماح لأجهزة الكمبيوتر ماك الأخرى لأن تستخدم محركة DVD الموجود على جهازك مع أجهزة أخرى ويمكنك تفعيل خيار أن يتم سؤالك أولا عندما يريد جهاز آخر استخدام محركة DVD الخاص بك DOCK هو عبارة عن شريط أسفل سطح المكتب لنظام التشغيل يحتوي على البرامج التي يتعامل معها المستخدم بكثرة مما يوفر وصول سريع وحالتها الحالية هل هي تعمل على الجهاز أم لا بإمكانك تغيير مكانة DOCK وتجعلها ظاهرة دائما أو تختفي عند عدم تعاملك معها البوت كامب وهي تعادل الدوال بوت في الويندوز بحيث تسمح البوت كامب على وجود أكثر من نظام تشغيل على كمبيوتر أبل الفيرج والباكس وهو برنامج مجاني شهير لتشغيل التقنية الافتراضية Hypervisor Type 2 من ناحية أن يتم استضافة التقنية الافتراضية على نظام تشغيل مستطيف لها مثل ويندوز وهو مفيد لنا كدارسي لصيانة الحاسوب حيث نقوم بتشغيل الفيرج والباكس وتنزيل أنظمة التشغيل المختلفة مثل ويندوز 10 لينكس ماك أوبراتينج سيستم وذلك للتدريب عليها ولتنزيل الفيرج والباكس نذهب إلى الموقع الرئيسي www.fairjualbucks.org ومن ثم نقوم بتنزيله ومن ثم نقوم بتنزيل النسخة الـ IOS التي تقبل العمل مع هذا البرنامج يعني أو تقبل العمل مع التقنية الافتراضية ونقوم بتنزيل نسخة ويندوز 10 نسخة لينكس نسخة ماك بحيث نستطيع أن نتصفح هذه الأنظمة ونقوم بعمل إعدادات فيها الفصل التاسع عشر مواضيع متفرقة في الحاسوب أخذنا فيه الفصل السادس ضمن المنهج الجديد اللي هو كمراجعة هنا رح نأخذ أسئلة مراجعة الـ Operating Systems أو أنظمة التشغيل السؤال الأول أي مما يلي هي واجهة تقدم تصميم زجاجي والذي يتضمن نوافذ شفافة الخيارات الخيار A Sidebar الخيار B الـ Aero الخيار C Metro الخيار D Start Screen الجواب هو الخيار B اللي هو الـ Aero السؤال الثاني أي مما يلي هي برامج مصغرة تم تقديمه مع ويندوز فيستا والتي من الممكن وضع على سطح المكتب في ويندوز 7 أو على الشريط الجانبي في ويندوز فيستا الخيارات الخيار A God Gets الخيار B Metro Apps الخيار C With Gets الخيار D Chimps الجواب هو الخيار A اللي هي الـ God Gets السؤال الثالث في أي أداة لديها مركز حماية ظهرت في ويندوز 7 الخيارات الخيار Action Center الخيار B Control Panel الخيار C Windows Firewall الخيار D Defender الجواب الخيار A اللي هو الـ Action Center السؤال الرابع ما هو اسم واجهة المستخدم في ويندوز 8 و 8.1 الخيارات الخيار A Aero الخيار B Metro الخيار C Sidebar الخيار D Start الجواب هو الخيار B Metro السؤال الخامس ما هو الحد الأدنى لحجم الرامة المطلوب للويندوز 7 الخيارات الخيار A 512 ميجا بايت الخيار B 750 ميجا بايت الخيار C 1 جيجا بايت الخيار D 2 جيجا بايت الجواب هو الخيار D 2 جيجا بايت السؤال السادس ما هو اسطار ويندوز 7 من الممكن ترقيته إلى ويندوز 8 الخيارات الخيار A Windows 7 Professional الخيار B Windows 7 Ultimate الخيار C Windows 7 Professional فوليوم الرخصة الفوليوم الخيار D Windows 7 Home Basic الجواب الخيار D هو الخيار الصحي اللي هو Windows 7 Home Basic السؤال السابع أي من أوامر الويندوز تستخدم لرؤية قائمة الملفات والمجلدات الموجودة في دليل أو دليل فرعي أو مجلد الخيارات الخيار A Net Use الخيار B D I R الخيار C CD الخيار D IP Config الجواب هو الخيار B اللي هو D I R السؤال الثامن أي من أوامر الويندوز هو يستخدم للتنقل لمجلد آخر أو دليل آخر الخيارات الخيار A Net Use الخيار B D I R الخيار C CD الخيار D IP Config الجواب هو الخيار C اللي هو CD السؤال التاسع أي من ما يلي أداة ويندوز تظهر قائمة لكل الهاردوير المثبت ويتيح لك إضافة عناصر وإزالة العناصر وتحديث برامج التشغيل والمزيد الجواب الخيار A Device Manager السؤال العاشر ما هي أداة الويندوز التي تتعاقب كل الإيفنت على جهاز كمبيوتر معين الخيارات الخيار A Device Manager الخيار B Event Viewer الخيار C User in Groups الخيار D مركز المزامنة الجواب هو الخيار B Event Viewer أو مستعرض الأحداث السؤال الحادي عشر أي من ما يلي هو إما عدد البيتز المستخدمة للإشارة إلى لون بيكسل واحد في نقطة صورة أو فريم بفر للفيديو أو عدد البيتات المستخدم لكل لون مكون من بيكسل واحد الجواب الخيار C اللي هو Color Depth أو عمق الألوان السؤال الثاني عشر أي من ما يلي هو عدد المرات في الثانية التي تقوم الشاشة بتحديث البفر الخاص بها ويتم التعبير عنها بالهيرتز الجواب الخيار B اللي هي Refresh Rate اللي هو معدل التحديث السؤال الثالث عشر أي من ما يلي ينبغي لك تجاوزه للآداء الجيد الجواب الخيار A اللي هو المينمم رام أو الحد الأدنى من الرام لأنه كل ما زاد الرام وتجاوزت هذا الحد الأدنى كل ما أدى ذلك للآداء الجيد للبرنامج السؤال الرابع عشر ما هو نوع التثبيت الذي على الأرجح سوف يكون الـ SOHO الجواب هو الخيار C اللي هو الـ CD حيث أنه خارج البنية المؤسسية بيتم استخدام القرص المضغوط مثل الـ CD أو الـ DVD في عمليات التثبيت حيث أن شبكة الـ SOHO اللي هي Small Office Home Office هي إما تستخدم في المنزل أو في المكاتب الصغيرة السؤال الخامس عشر أي من ما يلي يقدم طريقة مبسطة لإعداد شبكة منزلية الجواب الخيار C اللي هو الـ Home Group السؤال السادس عشر أي من ما يلي ممكن أن يستخدم للاتصال بطابعة معمول لها مشاركة الجواب الخيار A اللي هو الـ Net Use السؤال السابع عشر أي من ما يلي هو واجهة سطر أوامر في لينيكس الجواب الخيار A الشل السؤال الثامن عشر أي من ما يلي يقدم طريقة سريعة لرؤية كل شيء والمفتوحة حاليا في نظام تشغيل الما الجواب الخيار B اللي هو الـ Mission Control ما زلنا في الفصل التاسع عشر اللي هو مواضيع متفرقة في الحاسوب وراح ندخل في الفصل السابع وهو Security أو الحماية ضمن منهج A Plus الجديد كعملية مراجعة لفصل الحماية هذا الفصل يتكلم عن عدد من المواضيع المتعلقة بالحماية ضمن منهج A Plus ونبدأ مع تدابير الحماية الفيزيائية وهي تعني العناصر الفيزيائية الملموسة والتي تقوم بحماية الموقع وممتلكات وأصول الموقع ومن ضمنها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشبكية ضمن منهج A Plus راح يتم التعرف على العناصر الفيزيائية التالية لدينا المانتراب وهو عبارة عن غرفة صغيرة ببابين بحيث يتم الدخول من باب ويتم إغلاق الباب الدخول ويتم التحقق من الشخص للتأكد من أنه مسموح له الدخول للموقع فإذا تم التأكد عنده يتم فتح الباب الثاني للخروج من المانتراب ومن ثم الدخول للموقع وإذا لم يكن هذا الشخص مسموح له بدخول الموقع عنده يتم إطلاق إشارة ما لاستدعاء أمن الموقع ليقوم بفتح المانتراب والتحدث مع هذا الشخص لدينا قارئ الشارة الشارة هي البطاقات الذكية بحيث يكون لها جهاز قارئ يقوم بقراءة هذه الشارة للسماح بالدخول لموقع ما لدينا السمارت كارت أو الكارت الذكي وهي تستخدم للتعرف بالشخص لتحديد الموارد المرتبطة به ليصل إليها سواء لدخول المبنى أو موقف السيارات أو أجهزة الكمبيوتر حارس الأمن بحيث يكون في الموقع حراس أمن يتعاملون مع الموظفين والزوار للموقع حسب السياسة الأمنية والتوجيهات من الإدارة قفل الباب واحدة من أسهل الطرق لمنع الناس من الدخول لمواقع غير مصرح لهم الدخول إليها هي قفل الأبواب المؤدية لهذه المواقع الأقفال من الممكن أن تكون مرتبطة بمفتاح أو كارت ذكي عندنا أقفال القياسات الحيوية أجهزة المقاييس الحيوية هي تعتمد على قراءة القياسات الحيوية للأشخاص لتحديد هويتهم مثل مسح بصمة الأصبع، مسح شبكة العين والأقفال هنا يتم فيها استخدام القياسات الحيوية لفتح القفل لدينا الهاردوير توكن وهو جهاز يقوم بإنشاء كلمة سر ليتم استخدامه في عملية المساطقة والتي تقوم بإنشاء كلمة سر لمرة واحدة ويكون هذا الجهاز متواصل مع الذي رح نقوم بإدخال كلمة السر له مثلا السيرفر كابل القفل أو أقفال الكابلات لأن أجهزة اللابتوب من السهل سرقتها فيأتي بعضها بمنفذ يتم تركيب كابل أقفال لربط اللابتوب بالطاولة مما يجعل من الصعب سرقته أقفال السيرفر بحيث يتم وضع السيرفرات في داخل كبينة الاتصالات وإغلاق الكبينة الاتصالات وبعض السيرفرات يأتي لها واجهة يتم غلق واجهة السيرفر بالمفتاح والهدف من إقفال السيرفر هو منع العبث الفيزيائي به إقفال الـ USB وهو يقوم بوصله بمنافذ الـ USB وإغلاقها فيزيائيا مما يمنع استخدامها خصوصية الشاشة وهو استخدام فلتر الشاشة بحيث عندما يتم وضعه على الشاشة فعلى جوانب الشاشة ما يظهر على الشاشة يكون غير قابل للرؤية على جوانب الشاشة عندنا الكيفوبس وهو جهات على شكل سلسلة مفاتيح لإنشاء كلمة السر والتي عادة تكون لمدة زمنية معينة قبل تغييرها قائمة قائمة مراقبة الدخول ويستخدام طريقة لتشجيل دخول الأشخاص من موظفين وزوار وخروجهم من الموقع مع تشجيل أوقات الدخول والخروج إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر